اهلا بكم في درس حضارة فينيكيا خلينا نبدأ درسنا بسؤال وسؤالنا هو هل الحضارات القديمة قامت في مصر وبلاد العراق بس؟ احنا هنتعرف على اجابة السؤال ده من خلال درسين؟ احنا هنتعرف في الدرس ده على الخصائص الرئاسية للحضارة الفينيكية واسباب الظهار حضارة فينيكيا وكمان اهم المدن اللي اشتهرت في الحضارة الفينيكية ومظاهر الحضارة الفينيكية اللي هي السياسية والاجتماعية والدينية والفنية وغيرها يلا بينا نشوف عناصر الدرس درسنا هو حضارة فينكيا بيتكون من أهم المدن الفينكية وتوسع الفينكيون البحري ومظاهر الحضارة في فينكيا يلا بينا نبدأ الدرس بلاد الشام قامت فيها حضارات عظيمة من زمان والحضارات دي اتميزت بموقعها جغرافي وكمان كانت مهد للديانة اليهودية والمسيحية وقدت دور كبير في نشر الدين الإسلام ومن أهم الحضارات اللي قامت في بلاد الشام هي الحضارة الأعرامية والعامورية القديمة والحضارة الفينكية والفينكيون هم أول ناس استقروا على الشريط الساحلي لسوريا وفلسطين ولبنان أما أهم المدن الفينكية كانت صيدة وسور وجبيل وأغاري يلا نتعرف على كل مدينة منه مدينة صيدة والمدينة دي أقموها على لسان ممتد في الماء واللسان ده اللي هو حفة من اليابس بتمتد لداخل المياه وبتحيط بيها جزر صغيرة ومدينة صيدة كانت أهم للمدن الفينكية وتولت الزعامة بين المدن دي بعد كده عندنا مدينة سور ودي كانت تاني أهم مدينة بعد صيدة وكان في حواليها سور كبير وعظيم وده خلاها صعب أن أي حد يغزوها بعد كده عندنا مدينة جبيل ودي من أقدم المدن الفينكية ومن أكتر المدن دي في التواصل مع مصر لأنهم لقوا فيها تمثيل كتير من الحضارة المصرية الأديمة وكمان لقوا أحجار عليها أسماء فرعنة مصريين ولقوا فيها أقدم أبجادية في الوطن العربي الأديم أما بالنسبة لمدينة أغاريت اللي هي رأس الشمراء باللغزقية فدي تشهرت جدا في الفن والعمران وكمان كانت متقدمة في التجارة والمينة كان مليان بضايع اللي كانت بتتصدر لكل مكان أما بالنسبة للتوسع البحري لفينكيين فكان أهم الأسباب اللي دفعتهم لي إنهم كانوا موجودين على ساحل حوالي الجبال من الشر وده أثر فيه إنهم يتوجهوا للبحر ومن أهم العوامل اللي ساعدتهم برضو وفرت الأخشاب الصالحة لبناء السفن وكسرت التعاريج الساحلية اللي ساعدتهم لإنشاء المواني وكمان موقع البلاد المتوسط بين الشرق والغرب والمستوطنات اللي عملوها في حوض البحر المتوسط اصدارت جدا وكان أهمها كرتاجا كرتاجا أسسها الفينكيون في مكان قريب من مدينة تونس وتقدمت واصدارت لحد ما بقت بتنافس المدن الفينكية في التجارة والنشاط البحري بعد كده عندنا مظاهر الحضارة الفينكية واللي بتنقسم لي الحياة السياسية والحياة الاقتصادية والحياة الدينية والحياة الاجتماعية والحياة الثقافية والحياة الفنية بالنسبة للحياة السياسية فمن الناحية السياسية المدن الفينكية الشرقية كانت مستقلة عن بعضها وكانت كل مدينة منهم بتهتم بمصالحها المباشرة وعشان كده كان فيه تنافس بينهم وعشان كده برضو ما قدروش يشكلوا واحدة سياسية واحدة ودولة واحدة من كل المدن وكانوا بيفضلوا الأمان والاستقرار السياسي ونظام الحكم عندهم كان شبه ديمقراط فكان لكل مدينة حكومة خاصة بيها والحكومة دي كانت بتتكون من حاكم أو ملك وده كان بيحكمها بالوراثة وكانت سلطته مقيدة مش سلطة مطلقة فكان بيساعدوا في قدرة الحكم مجلس شيوخ واللي كان بيتكون من هيئة من المشرعين ومجلس نواب اتكون من طوأة من الأغنياء والكهنة اللي هما رجال الدين بس كان فيه بعض المدن الفينكية اللي كان نظام الحكم فيها جمهوري ومنها مدينة كرطاجة اللي اعتمرت على النظام ده من أول ما انشأوها واستمرت عليه لحد ما حكمها الرومان وفي الكرن الثالث قبل الميلاد حاول الملك البابلي نبوخ أزناصر الثاني انه يحتل في نكية بس أصوارها منعته من انه يقدر يحقق ده وفي سنة 332 قبل الميلاد ادر الاسكندر الأكبر انه يحتلها وبعد ثلاث كرون ادر الرومان انه هما يسيطروا على المدن الفينكية لحد ما دخلتها الجيوش الإسلامية وفتحتها تقريبا من غير أي مقاومة سنة 634 ميلاد أما بالنسبة للحياة الاقتصادية ففي الزراعة اهتم الفينكيون باستغلال الجوانب الاقتصادية اللي بتتناسب مع عابقتهم فاستغلوا كل المساحات اللي قدروا يزرعوها وقدروا يحاولوا سفوح جبال لبنان لمصاطب صلحة للزراعة واهتموا بزراعة الحبوب في السهول والأشجار زي النخيل والعنب والزتون ودخلوا زراعة شجر الرومان لشمال إفريقيا وكمان ربوا الأغنام والماعز والأبكار ووجودهم على الساحل خلاهم يهتموا بالصيد وفي الصناعة فقدر الفينكيون انهم يتفوقوا في صناعات كتير ومن أهمها صناعة الغزل والنسيج زي الصوف والحرير والقطن والكتان وصناعة الثياب المزخرفة واللي استخدموا مادة حمرة من أجسام بعض القواقع اللي بتيش في البحر عشان يلونوها والصناعات الزجاجية اللي عرفوها من مصر وتفوقوا فيها بسرعة وصناعة الفخار اللي اتميزوا فيها بالدكة والزيوء والصناعات المعدنية اللي استخدموا فيها النحاس والبرونز والحديد والفضة في صناعة الأسلحة وصناعة أدوات الزينة والآلات الموسيقية أما بالنسبة للتجارة فقدروا يسيطروا على تجارة العالم البحرية في الوقت ده وكانت التجارة هي المصدر الأساسي اللي بيقوم عليها اقتصادهم وأقاموا المواني على الرؤوس الداخلية في البحر وطبيعة موقعهم خلتهم يستفادوا من النقل البحري بين الدول الكبرى الموجودة في الوقت ده اللي هي مصر وبلاد العراق واليونان وتخصص سكان المدن الداخلية في النقل البري فاحتكروا تجارة القوافل التجارية اللي كانت بتجيب المنتجات الأسيوية والإفريقية للبحر المتواصل وسكان المدن الساحلية اهتموا بطريق النقل البحري عشان يكون مجال لنشطهم التجاري ولسه موجود في كرتاجة أثار لموانئ أقاموها هناك وتجارة الفينيكيون ما اقتصرتش على تصدير المواد الخام بس زي الأخشاب والمعادن دول كمان تجروا في المنسجات والأواني والمصنوعات المعدنية ومصنوعات تانية أما بالنسبة للحياة الدينية فكان أهم خصائصها أنهم كانوا بيعبودوا الظواهر الطبيعية وبيقدسوا قوة الخزب والنماء زي الزراعة مثلا وكانوا بيصوروا الظواهر دي على شكل معبودات بيدوها صفة بشري وكان أهم معبوداتهم المعبود إيل وده صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في شؤون البشر الدينية والمعبود بعل رب الخزب والنماء اللي يصلح الأرض والمعبود عشتار رب الخزب والنماء وزوجة الإله بعل واللي كانت بتشاركه في جميع أعماله والمعبود أدونيس اللي بيمثل الكوى المتجددة في الشمس بعد ما هزم الشتاء وبالنسبة للمعابد فالفينيكيون اهتموا بناء معابد كتيرة لمعبوداتهم وكان بناء المعابد في البداية بسيط بس بمرور الزمن اتطور وبقى غاية في الفن والروع وفي الحياة الاجتماعية فالمجتمع الفينيكي يتأسم لثلاث طبقات الطبقة العليا وكانت بتشمل الوزير والنبلاء وكبار الكهنة والتجار الأغنياء أما الطبقة الوسطى فكانت بتشمل أصحاب المهن والصناعات والموظفين والطبقة الدنيا كانت بتشمل العبيد والخدم وفي الحياة الثقافية فزي ما بيقولوا ان الحاجة أم الاختراع فحاجة الفينيكيين لوسيلة سريعة عشان يسجلوا بيها تعاملاتهم التجارية خلتهم يخترعوا أبجادية مكونة من 22 حرف واللي اكتبصوها من الكتابة المصرية القديمة وكانت أول أبجادية عرفها العالم في الكرن ال14 قبل الميلاد والكتابة الهيروغليفية هي من أقدم الكتابات بس التصويرية إنما الكتابة الفينيكية هي أول كتابة استخدم فيها الإنسان الحروف وبعد كده خد الإغريك الأبجادية عن الفينيكيين وعدلوا فيها وخدها منهم الرومان اللي نشروها في كل أنحاء أوروب واللي خرجت منها بعد كده الأبجاديات الأوروبية الحديث وبكده بتكون الأبجادية الفينيكية ليها الفضل الأكبر في نشر الوعي والثقافة والحضارة في معظم أنحاء العالم وفي الحياة الفنية فالفينيكيون برعوا في العمارة وزخرفة وبيدل على كده عظمة القلاع والحصون والأسوار اللي كانت من أعظم المباني اللي عرفها العالم القديم وكمان اتميزوا في إقامة الكسور ولقوا في مدينة أغارير بقايا أصر ضخم كانت الأعمدة بتاعتهم اتزيانة بالفضل وبقايا المعابد في فينيكيا بتدل على قدرة المهندسين وتمكنهم من فنهم وقدرتهم العالية على استخدام كتل ضخمة من الأحجار وبالنسبة للفنون فالفينيكيون اتفوقوا في فن النقش والنحن وبيدل على كده النقوش الرائعة اللي لقوها على التوابيت اللي اكتشفوه كمان اتميزوا في صناعة الحلي فصنعوا العقود والخواتم والحلقان والأساور من الدهب والفضة والأحجار الثمينة وبكده يكون انتهى الشرح يلا نراجع على أهم الحاجات اللي عرفناها في درسنا احنا تعلمنا في الدرس دوت عن أهم المدن الفينيكية اللي هي صيدة وصور وجبال وغريب كمان عرفنا عن توسع الفينيكيين البحري وعن مظاهر الحضارة الفينيكية يلا بينا نشوف الأسئلة الموجودة على الدرس صح أم خطأ لم يهتم الفينيكيون بالزراعة بسبب الطبيعة الجبلية طبعا العبارة دي عبارة خاطئة لأنهم اهتموا بالزراعة وحوالوا سفوح جبال لبنان لمساطب صالحة للزراعة كان النظام الحكم في فينيكيا الشبه ديمقراطي برافو عبارة صحيح لم تعرف فينيكيا الدولة الموحدة ممتاز عبارة صحيحة فينيكيا أول دولة عرفت صناعة الزجاج ممتاز العبارة دي عبارة خاطئة وده لأن فينيكيا عرفت صناعة الزجاج من مصر فما كانتش أول دولة عالي الاتجاه الفينيكيونة نحو البحر ممتاز وده بسبب وجود الفينيكيين في شريط سحيلي ضيق بضحيت بيه الجبال من الشرق وكمان بسبب توفر الأخشاب الصالحة لبناء السفن وكثرة التعريج اللي سارت على إنشاء الموانئ والموقع المتعصد بين الشرق والغر علل لم يستطع الفينيكيون الشرقيون تشكيل وحدة سياسية ممتاز وده بسبب إن المدن الفينيكية الشرقية كانت مستقلة عن بعضها وكانت كل مدينة منهم بتهتم بمصالحها المباشرة فكان فيه تنافس بينهم حلوا الأسئلة الجاية واكتبوا إجابتها في التعليقات على الدرس علل تشابه الديانة المصرية مع الفينيكية في بعض الظواهر تقدم الفينيكيون في فن الصباغة لو فيه أي حاجة معرفتهاش ممكن تشوفوا الدرس من تاني شكرا ليكم